قبل السربيا كان السيد الرئيس زي ما قلت لحضراتكم في العاصمة الألمانية برلين وعقد مجموعة من اللقاءات سوى مع المستشار الألماني وعقب ذلك مؤتمر صحفي وطبعا كان معتاد كان طرح ملف حقوق الإنسان والسيد الرئيس يعني الحقيقة رد رد بالغ الحكمة في هذا الطرح من أحد الصحفين السيد الرئيس قال يعني السؤال ده بنتسئله كل مرة ودعا الصحفي قال له تعالى زول مصر شوف بنفسك الأوضاع ازاي عاملة الظروف موجودة عاملة ازاي شوف تفاصيل الحوار الوطني الموجود دلوقتي وما إلى ذلك والحقيقة ده كان رد بالغ الألمانية حتى السيد الرئيس قال يا ناشة هتبقى مجروحة إنما الملفت الحقيقة حاجتين الحاجة الأولية موضوع هو الإنسان في كل زيارات السيد الرئيس خارجيا بيبقى من ملفات المطروحة وتحس إن بعض الصحفين حافظين مش فهمين حتى الطرح ما بيبقاش فيه مشتجد بيبقى بنفس الصيغ وده شيء يعني ما أقدرش إن أنا أنتقده ما لا أنتقده أبدا يعني دائما وأبدا دور الصحفي إنه يسأل إنما شيء التاني الملفت وعايزة فتنتبه حضراتكم ليه هو إنه رئيس مصر أو الدولة المصرية خلينا أتكلم الدولة المصرية في علاقتها الخارجية على مر إلى عشرين تلاتين سنة اللي فاتوا لحظوا حضراتكم مراحل التحول من لقاءات رئاسية بالتم مع مسؤولين في الخارج كان جزء منها مبني على منح ومساعدات وقروض ثم انتقلنا إلى مرحلة ما بعد 2014 وتحديداً 2015 إلى مرحلة الشراكة لتنفيذ مشروعات ومن خلال ده تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية وبما أننا بنتكلم على ألمانيا هنحط على رأس ذلك مشروع التغلب على فجوة الطاقة في مصر وتحديداً للكهرباء المحطات العظيمة اللي اتعاملت مع شركة سيمينز وللنهار ده داتنا فرصة أن احنا قادرين على التصدير للخارج دي المرحلة الثانية